سامي عبدالعزيز سطوحي قال لك سلامي لأحلى برنامج يريد نعرف آخر أخبار الصفقات يا كابتن عدل هتعرف آخر يعني تبص تلاقي لإيه الموضوع متناقض يقول لك قاطع وعمل وما حدش يفرض عليك أسلوبه وعن نفس الوقت عايزين صفقات ما تحطوش النادي القالي تحت ضغط الصفقات مش لعبة ما هيش دوري مش مين يجيب لعيبة أكتر مش مين اللي ينجح في أنه يضم لعيبة لا النجاح في أنك تكون فريق قوي سطيع أن يحقق البطولات الأهلي هو النجح في هذا الأمر حتى الآن طيب بو بكر ساركوح بيقول لك أريد أن أسأل للأستاذ عدلي لعله ده مغربي عن إمكانية تعاقد الأهلي مع نجم الوداد أشرف بن شرقي ولو تمت صفقة ستكون من أحسن صفقات الأهلي على مر التاريخ وضع أنه رجل أهلاوي جميل لكن أشرف بن شرقي قيلة والله أعلم يعني أنه يتحدد له ثلاثة مليون دولار وأنه هو أحد الأنجية الأوروبية يعني عايزة بهذا مبابل لكن هو لعيب مهم لعيب نشط لعيب يستطيع أن تواجد في المكان اللي يجيب فيه جون والله إلا في متناول الأهلي هيبقى شرف كبير وحيبقى إضافة كبيرة